القوانين الدولية أو المواثيق الدولية التي تنظم العلاقة بين الدول كيف تتحدث عن إسهاء معينة في أرض دولة لدولة أخرى سواء إسهاء سياسية حرق على تجاوز على معتقد على عراف على دين حرق مصحف وأين يقف أو أين تقف حدود القوانين المحلية أمام هذه المواثيق والقوانين الدولية يعني هو الميثاق العام ميثاق الأمم المتحدة اللي ينظم العلاقة بين الدول من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمم قد لا تكون هناك جزئية معينة باتجاه الإهانات التي تصدر من هذه الدولة أو تلك الدولة لكن قانون حقوق الإنسان قانون السامي لحقوق الإنسان نصف المادة العشرين منه على أنه يحضر أي إساءة تصدر حتى لو كانت لحقوق الإنسان أي إساءة تصدر من فرد أو شخص اتجاه ديانة أو معتقد وبالتالي مهما كانت القوانين الخاصة بهذه الدولة تحت عنوان الحريات لا يمكن لها أن تبيح لأي شخص أن يذهب باتجاه إهانة معتقد آخر أو ديانة أخرى هذا القانون السامي لحقوق الإنسان والإعلان العالم